بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في درسنا لهذا اليوم في مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية للصف الثالث التأهيلي الفصل الدراسي الثاني أسعد وأتشرف بتواجدي من خلال هذا الدرس معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر بإذن الله تعالى سيكون حديثنا بعنوان الصدق في التجارة الجزء الرابع هذا هو عنوان الدرس تعليمات هامة يجب علينا الالتزام بها أولا اختيار المكان المناسب للتعلم ثانيا أجهز كتابي وأدواتي المدرسية ثالثا أتابع الدرس بتركيز حتى انتهاء الوقت المخصص له إذن يا أبطال من المهم جدا أن نتذكر دائما أنه يجب علينا أن نختار مكان مناسب للتعلم ما تقصد يا أستاذ مكان مناسب للتعلم يعني مهية جلسة مريحة بعيدة عن الأصوات المزعجة والمرتفعة بعيدة عن الأجهزة الإلكترونية والألعاب مثل الآيباد والجوال التلفاز الكور الدماء والعرائز كلها تكون بعيدة عني حتى أستطيع التركيز لا ننسى كذلك وجود الكتاب معي القلم كذلك حتى نستطيع حل الأنشطة التي نستعرضها في الأخير يا أبطال لا ننسى أن نتابع هذا الدرس حتى نصل إلى نهايته بدءا من الآن وحتى نهاية الدرس لا نتوقف عن المتابعة حتى نحصل على أكبر قدر ممكن من الفائدة بإذن الله تعالى اتفقنا على ذلك عزيزي الطلاب والطالبات ولنبدأ على بركة الله تأكدوا غلاف الكتاب لديكم كتاب الطالب والأنشطة لمعاهد وبرامج التربية الفكرية الصف الثالث التأهيلي الفصول الدراسية الثلاثة بعد ذلك لدينا يا أبطال الهدف العام معرفة الصدق في التجارة الأهداف الخاصة أن يستمع الطالب والطالبة إلى الحديث بشكل صحيح أن يبين الطالب والطالبة معاني الكلمات بشكل صحيح أن يطبق الطالب والطالبة مفهوم الصدق والأمانة بشكل صحيح الدرس الرابع عشر لدينا يا أبطال الصدق في التجارة إذا لم يكن لديك الكتاب بالإمكان عبر كاميرا الجوال تصوير هذا البركود وسيتوجه بك مباشرة إلى رابط الدرس الرقمي من المهم جدا يا أبطال فتح الكتاب على الصفحة رقم 82 الصفحة رقم 82 نقوم بفتح الكتاب عليها حتى نستطيع متابعة الدرس بشكل صحيح والذي هو بعنوان الصدق في التجارة ما الذي نفهمه من الصدق في التجارة بالتأكيد أني لا أغش أحدا عندما أعمل ببيع وشراء معه فأنه يجب علي أن أكون صادقا أمينا لا أكذب دائما عند عملي بهذه التجارة صادق وأمين وأتجنب الخداع والغش في هذه التجارة التجارة هو البيع والشراء إذن هذا هو عنوان الدرس ومفهوم هذا العنوان الحديث الذي يدلنا على ذلك عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو قال حتى يتفرق فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقة بركة بيعهما في هذا الحديث يدلنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام على أهمية الصدق عندما تبيع أو تشتري عندما أشتري مثلا هذه الأشياء من البائع يجب أن يكون صادقا عندما أشتري الخضار والفاكه يجب أن يكون البائع صادقا لا يكون مثلا بعض الخضار مثلا فاسد أو أكل منه طير أو أي أحد أو أي إنسان ولا يقوم بتنبيه على هذه المشكلة الموجودة في هذه الفاكهة أو جزء من هذه الفاكهة فاسد أسفل هذا الصحن في بعضه فاسد مهم جدا أن يبين عندما نبدأ بعملية البيع والشراء يعني يجب أن يبين يعني أستطيع أن أبيع شيء في بعض الخلل ولكن يجب أن أبين يعني أنا أبين إذا جيت أبيع هذا الشيء أبين أبين له ترى بعض الطماطن الموجود في هذا العلبة وهذا الصحن ترى يعني غير صالحة للأكل أو بعضها يعني فيها تواب باقي شوي وتستوي أو هذه باقي شوي وتخرب فمهم جدا في عملية البيع والشراء وأي شيء أبيعه أشتري ممكن شو ممكن ملابس أبين إذا كان فيها خلل في زيادة في الأقمشة أي عملية في البيع والشراء يجب أن أبين ما هي المشكلة التي فيها عندي أيباد أريد بيعه أبين لمن أريد بيعه عليه أنه مثلا كان فيه كسر في الشاشة غيرت الشاشة أو الشاشة الآن فيها كسر بسيط اللمس فيها غير دقيق جدا في عملية البيع والشراء دائما أكون صادق ليبارك الله سبحانه وتعالى لي كما استمعنا في الحديث فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتبا وكذبا محقت بركة بيعهما إذا كانوا يكذبون في هذه العملية للبيع والشراء إذا النشاط الثاني لدينا يا أبطالبا اسمع علامة صح و علامة خطأ أمام العبارة الصح الخاطئة فيما صح أمام العبارة الصحيحة و علامة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي من خلال ما تعلمنا الصدق والأمانة هما أساس النجاح في الدنيا والآخرة ومن ذلك النجاح في العمل والتجارة هل هذه العبارة صحيحة أو خاطئة أن الصدق الأمانة دائما هي علامة للنجاح والتوفيق في الدنيا والآخرة هذا ما تعلمناه دائما أكون صادق وأمين وهذه من علامات النجاح والتوفيق لي في الدنيا والآخرة كذلك إذن من خلال ما تعلمنا يا أبطال هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة نقرأها مرة أخرى الصدق والأمانة هما أساس النجاح في الدنيا والآخرة ومن ذلك النجاح في العمل والتجارة هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ السلام عليكم من خلال ما تعلمنا هي صحيحة عاقبة الكذب والغش في البيع والتجارة يكسب بها التاجر سمعة وتزيد ثقة الناس به من يكذب في البيع والشراء ويغش هل يكسب بها سمعة حسنة؟ الناس يذكرونه بالخير وتزيد سمعة الناس بمعرفتهم فيه أو يقولون لا هذا يغش في البيع ونتجنب أن نروح عند هذا البائع أحسنتم الناس تتجنب من يقوم بهذه العملية الغش والخداء إذن هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ عاقبة الكذب والغش في البيع والتجارة يكسب بها التاجر سمعة وتزيد ثقة الناس به؟ أحسنتم بالتأكيد هذه عبارة خاطئة حسن الأخلاق ليس في البيع والشراء فقط بل في كل مناح الحياة مع كل الناس هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ هل أنا أتحلى بالأخلاق الحسنة والفاضلة فقط عندما أبيع وأشتري ولا مع جميع الناس وفي كل الأحوال والأزمان؟ أحسنتم تعلمنا أن دائما أتحلى بحسن الأخلاق في البيع والتجارة والعمل والبيت وفي كل مكان ليس فقط في البيع والتجارة المسلم يتحلى بهذه الأخلاق الحسنة أمانة وصدق وغيرها من الأخلاق الحميدة والحسنة وأنتم كذلك أعزاء الطلاب والطالبات لديكم هذه الأخلاق الحسنة والحميدة إذن هذه العبارة برأيكم هل هي صحيحة أم خاطئة؟ حسن الأخلاق ليس في البيع والشراء فقط بل في كل مناح الحياة مع كل الناس أحسنتم عبارة صحيحة بالتأكيد الصدق في التعامل يكون مع المسلمين فقط؟ هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ هل أنا أتعامل بالأخلاق الحسنة فقط مع المسلمين؟ أو على من كل من قابلت وتعاملت معه يجب علي أن أتعامل معه بالأخلاق الحسنة وأخلاق المسلمين وحسن الخلق؟ أحسنتم كل من أقابل وعامله بحسن الخلق يجب أن نتعامل دائما بحسن الخلق إذن ما رأيكم بهذه العبارة؟ الصدق في التعامل يكون مع المسلمين فقط صحيحة أم خاطئة؟ سلام عليكم هذه العبارة خاطئة يجب أن أتعامل بالأخلاق الحسنة والصدق مع كل من أتعامل معه بارك الله فيكم النشاط الثالث لدينا أعد كتابة العبارة الآتية البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقة بركة بيعهما هذه العبارة نريد كتابتها أولا بالكلمات المضللة ثم أقوم بكتابتها بعد ذلك على الصدر الكلمات المضللة أولا ثم بعد ذلك أقوم بالكتابة على الصدر أكررها سويا عند الكتابة فقال الكلمات المضللة البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقة بركة بيعهما الآن أقوم بإيقاف المقطع وإكمال كتابة كامل هذه العبارة حتى الوصول إلى نهايتها ثم بعد ذلك أكمل المقطع والدرس بعد كتابتنا لهذه العبارة لا ننسى دائما يا أبطال أن نطبق ما تعلمناه في هذا الدرس وأن نتحلى بماذا؟ في البيع والتجارة وفي غير البيع والتجارة نتحلى بالأخلاق الحسنة ومنها الصدق والأمانة مع كل من نتعامل معه من المسلمين وغير المسلمين دائما نتحلى معهم بالصدق وبالأخلاق الحسنة في التجارة وفي غيرها يا أبطال لا ننسى تطبيق ما تعلمناه في هذا الدرس حتى دائما نقوم بتطبيق ما تعلمناه أتعلم وأعمل بما تعلمت شكرا لكم يا أبطال على الإنصات والاستماع والمتابعة ألقاكم في دروس قادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته